بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني والأربعون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة خمسٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الليلة ليلة الجمعة أيها الكرام وعسى أن يكون مجلسنا هذا عامراً في رحاب بيت الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقلب صفحاتٍ من سيرته العطرة وشمائله النظرة رجاء أن يكون حظنا في هذه الليلة المباركة من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضاعف لنا به عشرة أضعافه من صلاة ربنا علينا قال الإمام الشافعي رحمه الله وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا قال وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها املأ مساءك بالصلاة على الرسول وكذا نهارك في غدٍ حتى القفول فبها يصلي الله جل جلاله عشرا عليك بكل واحدة تقول فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في بداية فصل عنون له المصنف الإمام بن القيم رحمه الله بقوله في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها فالحديث ذو صلة بما تقدم ليلة الجمعة الماضية من أن الفطرة التي خلق الله عز وجل بن آدم عليها هي التي جاء بها الإسلام عقيدةً وأحكامًا أصولًا وفروعًا وأصل الفطرة وأعظمها وأجلها توحيد الله وباتساق هذه الفطرة السوية تأتي الأخلاق وأداب الفطرة وخصالها التي حث عليها الإسلام تقدم من خصال الفطرة الثابتة في هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الختان والتيامن وحلق الرأس والسواك والتطيب وسدل الشعر والعناية بترجيله والاكتحال ومجلس الليلة صلة للحديث بذلك المجلس في الأسبوع المنصر نسأل الله تعالى لنا ولكم جميعًا التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره؟ هذا السؤال هو الذي وجهه بعض التابعين لبعض الصحابة رضي الله عنهم في صحيح مسلم هذا سؤال قتادة لأنس رضي الله عنه هل خضب؟ كانت إجابات الصحابة على ثلاثة أنحاء ساقها المصنف تباعاً فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب هذان قولان فما الثالث؟ هو إما خضب وإما لم يخضب فما الثالث؟ قال الثالث أنه ليس خضاباً لكنه يبدو خضاباً أنه كان يستعمل الطيب صلى الله عليه وسلم حتى يدهن به رأسه فربما وارا ذلك الطيب الشعرات البيضة في شعره صلى الله عليه وسلم فظن خضاباً وليس بخضاب هذه ثلاثة الإجابات هي التي تعددت عليها أقوال الصحابة رضي الله عنهم يسوقها المصنف رحمه الله ثم نعرج على ما قرره أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة أنه خضب وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا هذا من أقوى الأقوال التي ثبت فيها نفي خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب أنس رضي الله عنه لما سأله قتاد هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا أو قال شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم هذه رواية مسلم وعند الترمذي سعيل أنس رضي الله عنه فقال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا فرواية أنس في صحيح مسلم وغيره ينفي أن يكون شعر رسولنا عليه الصلاة والسلام قد خضبا وعلّل ذلك بقلة الشعرات البيض وهذا أمر آخر ما حجم البياض أو شعر الشيبي في رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولحيته كان يسيرا جدا بلغ الثالثة والستين بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى ولم تكن الشعرات البيض في شعره ولحيته تتجاوز عشرين شعرة بيضاء قيل أربع عشر وقيل خمس عشر وسبع عشر وعامة ذلك لا يتجاوز العشرين في الروايات التي ذكرت عدد الشعرات البيض وأنها كانت مجتمعة في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وشيئا في صدغيه وفي عنفقته وهو الشعر التي يأتي تحت الشفة السفلة بينها وبين اللحية ومع ذلك فلم يكن من البياض شيء في شعره عليه الصلاة والسلام فلقلة الشعرات البيض قال أنس رضي الله عنه لم يبلغ ذلك يعني ما بلغ الشيب في شعره عليه الصلاة والسلام أن يحتاج إلى صبغ أو خضاب ما احتاج إلى ذلك لقلته هذا أشهر الأقوال قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم خضب وقال أبو رمثة رضي الله عنه رأيت الشيب أحمر سئل أبو هريرة هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فأثبت عامة الصحابة ما رأوه من صبغ شعره عليه الصلاة والسلام وسيسوق المصنف رحمه الله أيضا ثالث الأقوال في هذا الباب أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب قال أبو رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به قال لا تجني عليه ولا يجني عليك قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن نعم هذا ما ذكره طائفة من الصحابة وهو ثالث الأقوال أنه لم يخضب لكن استعماله صلى الله عليه وسلم للطيب في شعره يجعله يبدو مخضوبا لكنه لم يخضب فيتفق هذا القول مع قول أنس رضي الله عنه في نفي خضابه صلى الله عليه وسلم وذكر فيه رواية أبي رمثة ورواية جابر بن سمرة رضي الله عنهم جميعا هذه ثلاثة أقوال نظر إليها أهل العلم فإذا بيروااتها كلهم من الصحابة ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في الإجابة عن ذلك بعدما نظرتم في الروايات نفاه أنس كما في صحيح مسلم وهو من أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرفهم به أنس رضي الله عنه وأثبته أبو هريرة وأبو رمثة وأبو رمثة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا أثبتوا خضاب النبي عليه الصلاة والسلام وحمله بعضهم كما سمعتم كجابر بن سمرة على لون الدهن قال الإمام أحمد رحمه الله قد شهد به غير أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضبا وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد انتهى كلامه رحمه الله يريد أن يقول إن ما أثبته الصحابة ونفاه أنس أولى بالقبول فإن من شهد مقدم على من لم يشهد والأصوليون يقولون المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم قال الإمام بن كثير رحمه الله ونفي أنس رضي الله عنه للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة أو زيادة علم ليست عند النافي وأما الإمام النووي رحمه الله فقال والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق هل صبغ أو لم يصبغ خضب أو لم يخضب عليه الصلاة والسلام الجواب ليس نعم بإطلاق وليس لا بإطلاق لم يخضب على الدوام بل كان الغالب عليه عدم الخضاب حتى قال الصحابة قال أنس لكن أبو بكر خضب وعمر أيضا خضب بالحناء والكتم وهم يثبتون أيضا ما ثبت عندهم مما رأوه من الصحابة والكتم نبات يستعمل في الصبغ قيل لونه أصفر وقيل أسود يميل إلى الحمر فإذا خلط مع الحناء جعل اللون أحمر مائلا إلى السواد أو أسود مائلا إلى الحمر وقولهم خضب بالحناء والكتم ليس يثبت في رواية صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم إلا عامة إثبات الخضاب والحناء معروف والكتم تقدم بيانه فقولهم يخضب بالحناء والكتم يحتمل أنه لكل منهما على حدة يعني يخضب أحيانا بالحناء وأحيانا بالكتم ويحتمل أيضا أنه خلط هذا بذاك ليخرج اللون الأسود المائل إلى الحمر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا فأثبت هذا وأثبت ذاك عن صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر دهن رأسه ولحيته ويكفر القناع كأن ثوبه ثوب زيات هتان جملتان الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدهن رأسه ولحيته والمقصود بالدهن هنا استعمال الزيت الذي يرطب به شعر الرأس واللحية لأن الجفاف الذي يصيب الشعر يجعله يابسا ولو علمتم ما بأرض الحجاز من شدة الحرارة وسمومها وجفاف هوائها يعلم أهلها وساكنها ما يتعرض له أهل هذه البلاد من استداد الحر ودوام الجفاف وتتابعه فلا يستغني المرء في العناية بمظهره وهيئته عن استعمال شيء يرطب جفاف البشرة والشعر معا ولم يكن لهم آنذاك ما يستعمله الناس اليوم من وسائل ترطيب البشرة من الصابون والأنواع الدهان الذي يستعمله الناس فكان عامة استعمالهم للزيت سواء كان الزيت حيوانيا أو نباتيا يعني زيت بعض الأطعمة أو زيت الدهن المستخرج من الحيوان والمراد به ترطيب الجفاف فكان استعمال الدهن في الشعر وفي الرأس وفي اللحية نوع مما يستعمله الناس للعناية بالمظهر والهيئة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ذلك كما تستعمله العرب لكنه ليس على الدوام بل يوما بعد يوم يدهن غبا ويرجل رأسه يعني يسرح شعره غبا يوما بعد يوم لألا يكون الانشغال الغالب بالمظهر والهيئة مستهلكا للوقت والجهد فهذا من الكماليات ولا يجف عنه تماما حتى يهمل المرء منظره وشعره وهيئته فليس هذا أيضا من شأن المسلم والإسلام دين وسط قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته والمراد بالإكثار ما ثبت في الرواية الأخرى أنه كان غبا يوما بعد يوم في الجملة الثانية قال ويكثر القناعة كأن ثوبه ثوب زيات هذه الجملة ثبتت عند الترمذي في الشماء لكنها ضعيفة سندا ومتنا أما سندا فليضع في بعض رواتها وأما متنا فلنكارة في المتن يخالف ما ثبت في غيرها من الروايات في صفة هيئة وثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع يعني يضع غطاء على رأسه بسبب الزيت الذي يضعه والدهن فلألا يتلطخ الثوب أو الشيء الذي يمسه أو يباشره يحتاج إلى غطاء رأسه بعد الادهان فقال يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات كيف ثوب الزيات مليء ببقع الزيت من كثرة ما يستعمل في غرف الزيت وبيعه وشرائه فيبدو في الثوب بقع هذه الجملة هي المضعفة حديثا سندا ومتنا أما سندا فليضع في بعض رواة الحديث وهو يزيد بن أبان الرقاش والربيع بن صبيح وأما متنا فإنه يخالف عامة ما روى الصحابة من جمال هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمال منظره وجمال ثيابه التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فلهذا أعل الحديث بهذه الجملة لما فيها سندا ومتنا كما تقدم والله أعلم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وكان يغب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة كان يغب الترجل وأشار المحقق لأن في بعض النسخ المطبوع يحب الترجل لكن المقصود بالغب هنا أن يكون يوما بعد يوم وترجيل الشعر كما تقدم تمشيطه وتسريحه العناية به فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره بل كان يكرمه وأمر بإكرامه قال من كان له شعر فليكرمه كما في حديث أبي داود إكرام الشعر العناية به لألا يكون على هيئة تسيب الناظر في كثرته واتساخه وعدم العناية به كان عليه الصلاة والسلام يغب الترجل يعني يرجل شعره غبا يوما بعد يوم وهذا كما قلنا الهدي الوسط فليست العناية في الإسلام بالمظهر والهيئة على الدوام واشتغال المرء بعامة وقته بهيئته ولباسه وأن يقف كثيرا في هذه القضية فهذا ليس شأن الرجال أما النساء فيستحب لهن الترجل مطلقا لأنهن ذوات زينة قال الله تعالى أَوَمَن يُنَشَّأُ في الحِدِيَةِ فشأن النساء العناية بذلك أما الرجال فأسوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام العناية بالمظهر والهيئة والشعر واللباس على الوسط الذي هو أحيانا وأحيانا يوما بعد يوم فأن يزاحم الشباب أخواتهم على المرآة وأدوات الزينة وتستهلك الأوقات ويكون هذا ديدنا فليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فليس الشأن الإهمال التام حتى يبدو منظر الإنسان وهيئته لا تسر الناظرين قال كان يغب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنت أرجل شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول كان يضع رأسه في حجري وأنا حائض فأرجله فكانت تعتني كما تعتني المرأة المحبة اللطيفة بزوجها وزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أكرم منها زوجا وأي امرأة يمكن أن تحسن تبعولها أكثر من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وإذا طال جعله غدائر أربعا قالت أمهان قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر والغدائر الضفائر وهذا حديث صحيح صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في إثبات حديث أمهان رضي الله عنها هذا صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصفة العامة في شعره الطول طول شعره كان سمة في هيئته عليه الصلاة والسلام ونحتاج إلى معرفة معاني المفردات الجمة والوفرة والغدائر واللمة هذا وصف لحجم الشعر جاء في بعض الروايات في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين مربوعا يعني رجلا وسطا لا طويلا ولا قصيرا بعيد ما بين المنكبين عريض الكتفين عليه الصلاة والسلام قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه فإذا الجمة ما وصل من الشعر إلى الشحمة وقيل إلى الكتف وفي رواية مسلم قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين قال ما رأيت من ذي اللمة اللمة من الشعر ما نزل عن الأذنين ولم يصل المنكبين فكأنه ألم بالمنكبين ولم يبلغهما فيسمى الشعر بهذا الحجم لمة وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه فهذه ثلاثة أوصاف بلوغ الشعر إلى شحمة الأذن وبلوغه إلى المنكب وبلوغه إلى ما بينهما يتجاوز شحمة الأذن ولا يبلغ العاتق أو المنكب روى أبو داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة الوفرة الشعر إذا توفر إلى شحمة الأذن قالت فوق الوفرة ودون الجمة فأيهما سيكون أكثر الجمة فهي ما يصل إلى المنكبين والوفرة ما وصل إلى شحمة الأذن قالت فوق الوفرة ودون الجمة قال أبو شامة رحمه الله وقد دلت صحاح الأخبار على أن شعره صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه وفي رواية يبلغ شحمة أذنيه وفي أخرى بين أذنيه وعاتقه وفي أخرى يضرب منكبيه قال ولم يبلغنا في طوله أكثر من هذا قال وهذا الاختلاف باعتبار اختلاف أحواله فروي في هذه الأحوال المتعددة بعدما كان حلقه في حج أو عمرة وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه ما تقدم وأخرج أبو داود أيضا حديث أم هانئن الذي أخرجه المصنف وأورده قالت رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر جمع غديرة وهي الضفيرة الشعر إذا عقص بعضه إلى بعض سمي ظفيرة فيمكن للشعر المجتمع أن يكون ظفيرة واحدة أو غديرة ويمكن أن يقسم قسمين أو ثلاثا أو أربعا قسم النبي عليه الصلاة والسلام شعره يوم دخوله فكة أربع غدائر فكانت غديرتان عن يمينه وغديرتان عن يساره يخرج الأذن اليمنى بين غديرتين تكتنفهما ويخرج أذنه الأسرى بين غديرتين أيضا تكتنفهما فيبدو بياض أذنيه صلى الله عليه وسلم من بين الغدائر كأنها توقّد الكواكب الدرية جمالا وبياضا وإشراقا في وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل يجعل الرجل شعره ظفيرة أو غديرة كالنساء الجواب أن هذا عائد إلى الأعراف والعادات وقد كان من عادة العرب آنذاك أن يطول شعر الرجال أحيانا وإذا طال الشعر احتاج إلى عناية ومن وجوه العناية خصوصا في مظنة عدم حصول فرصة الاعتناء كالسفر والغزو والجهان أن يجعل ضفائر فإنه أعون على العناية بالشعر فجمعه في ظفيرة يساعد في أيام السفر إذ ليس هناك فرصة للاغتسال كما في حال الإقامة أو للدهان والتطيب العناية بالنظافة والهيئة والمظهر كما هو في حال الإقامة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمهان إن كان يوم فتح مكة قدم مكة وله أربع غدائر فدخوله مكة وقد قدم من سفر عليه الصلاة والسلام لم يهيئ له إلا أن يجعل شعره على هيئة الغدائر والضفائر فهنا يزول الإشكال فكان عادة للعرب وحالة من الحالات التي يحتاج إليها الرجل في تضفير شعره أو جعله غدائر وليس هذا من باب التشبه بالنساء فإذا اختلف الحال وعادت الأعراف والعادات في بعض البلدان إلى اختصاص النساء بهذا النحو من العناية بالشعر كان فعل الرجال تشبها ويكون داخلا في النهي في نهي تشبه الرجال بالنساء فتطويل الشعر يا كرام ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أولا ثانيا تطويل الشعر للرجال ليس في نفسه سنة بل هو من العادات كما تقدم بيانه قريبا أطال النبي عليه الصلاة والسلام شعره وحلقه فلم يجعل في تطويله أجرا ولا في حلقه إثما ثبت هذا وذاك وتقدم ليلة الجمعة الماضية أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه حلق رأسه كله إلا في نسك في حج أو عمره وذلك أيضا لما جرت به العادة آنذاك وليس هذا منعا لحلق الرأس في غير النسك كما تقدم لكنه مع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بإكرام الشعر والعناية به لمن كان له شعر ولم يخرج بذلك عن عادات العرب وهيئاتها وما جرت به أحوالها في استعمال اللباس والهيئات ونحو ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرج أبو داود والطبرانيه في الأوسط والبيهقي وفي شعب الإيمان من كان له شعر فليكرمه ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تطويل الشعر قال هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه يقصد أنه يطبق السنة بهيئتها والعناية لا بالاقتصار على مجرد طول الشعر الذي يفعله بعض الناس وها هنا تنبيه اللطيف إذا تقرر هذا وعلمنا أن إطالة الشعر ليس في نفسه سنة لكن المتبع لذلك والموافق في إطالة شعره ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان منطلقا من صدق محبة ورغبة في تشبه في الهيئة والمظهر بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا باب واسع سبق إليه الصحابة الأوائل رضي الله عنهم وكانوا مضرب المثل في ذلك في حرصهم وعنايتهم في التقفي والاقتداء والاهتداء والاستنان بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزوا الواجبات والمستحبات إلى أمور العادات بل إلى أمور الجبلة والفطرة يوافقون فيه ما استطاعوا ربي الأمة عليه الصلاة والسلام هذا باب من الحب تنافس فيه الصادقون لكنه حتما سيكون مقرونا بشواهد تدل على أن الباعث هو الحب وليس الهوى والتشهي أقصد أن بعض الناس في باب السنن خصوصا في باب المظهر والهيئات يحلو له بعض ما ثبت في السنة موافقة لهوى نفسه فيحب لنفسه إطالة الشعر ويحب لنفسه في مظهره كذا وكذا الاكتحال مثلا أو استعمال الشعر وإطالته ثم يجد لنفسه دافعا بأنها موافقة لشيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ سيكون صدق الدعوة هذه مردها إلى صاحبها عندما تكشف باقي مواقف الحياة في يومه وليلته بعده عن السنن زهده في سنن العبادات الوضوء والصلاة والأذكار والدخول والخروج فإذا فارق في سائر أيامه ولاياليه شأن السنن النبوية العبادية فهو أبعد إذن عن سنن العادات حتى تكاشف النفوس بصراحة ما الباعث لأحدنا في العناية بدقيقة من الدقائق في لون اللباس في هيئة المظهر والشعر والرأس واللحية إن كان الباعث صدقا هو المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون كذلك في سائر الأحوال فهذا الذي يطيل شعره مؤتسيا إن كان في حجه وعمرته يحلقه اقتداء وتأسيا كذلك ثم هو أيضا في لحيته يوفرها وفي ثوبه وفي صلاته ووضوئه وسائر أحواله حريص على الاقتداء فهنيئا له ذاك الباب العظيم ولتنشط النفوس إلى سباق كريم في التأسي بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أيضا في التعليق على هذه الروايات في صفة شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى منكبيه كان غالب أحواله وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر قال هذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهد شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه هكذا قال رحمه الله تعالى تعليقا على حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم جميعا أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد طيب وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل ومن الفوائد يا كرام في مسألة الأوصاف الشعري التي تقدمت الجمة والوفرة واللمة الجمة قلنا ما وصل إلى المنكبين والوفرة ما وصل إلى شحمة الأذنين واللمة ما نزل عن الأذنين ولم يبلغ المنكبين ونظم ذلك بعضهم في بيتين فقال الوفرة الشعر لشحمة الأذن وجمة إن هي لمنكب تكن وسم ما بينهما باللمة قد قال ذا جمهور أهل اللغة إشارة إلى أن بعض أهل اللغة قد يخالف فيجعل وصف الجمة للوفرة والعكس بناء على ما في بعض الروايات هذا مذهب الجمهور كما تقدم في وصف الجمة والوفرة واللمة والله أعلم حسن الله إليكم قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل هذا لفظ الحديث والعامة يروونه من عرض عليه طيب فلا يرده وليس بمعناه فإن الريحان لا تلحق المنة بأخذه وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها ولكن الذي ثبت عنه في حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة أنه قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب هذا الهدي الآخر من خصاد الفطرة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حبه للطيب وتطيبه صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا من غير تطيب وإذا تطيب يشم طيبه من بعيد ويلمس أثره من قريب صلى الله عليه وآله وسلم فينتشر طيب ريحه ويفوح عبقه فتنشرح له صدور الجالسين ومن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام اسمع معي إلى قول أنس رضي الله عنه يقول ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند مسلم قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نبينا الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام طيب الظاهر والباطن طيب اللباس والهيئة والريح عليه الصلاة والسلام يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه أما أنا فمسح خدي حكى مشهدا وموقفا عبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصحابة وفيهم بعض الصغار قال جابر بن سمرة فأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار جؤنة العطار هي الآنية التي يضع فيها العطار الطيب والعطور فيخلطها فتبدو يده دائما فيها عبق الرائحة الزكية والندية هذا نبينا عليه الصلاة والسلام فلا تعجب أن يحب الطيب فإن الله طيبه ظاهرا وباطنا صلوات الله وسلامه عليه سن لنا وعلمنا في كمال الهيئة وجمال المظهر وحسن العناية بأن يكون أحدنا طيبا في لباسه جميلا في مظهره معتنيا بهيئته يمس من طيبه إن خرج إلى الصلاة وإن شهد الجمعة وإن أتى أهله يجعل ذلك ديدنا فتعيش النفوس الطيبة في أثر ذلك الطيب وتحوم فيه وتقدم كلام جميل لابن القيم رحمه الله في صدر الكتاب في ارتباط الأرواح الطيبة بالأرياح الطيبة والخبائث بالخبث كذلك والنتا والقذارة لها أهلها ونفوسها الخبيثة أجلكم الله فانعموا يا أهل الإسلام بدينكم وقروا عينا بهذا الهدي الكريم الذي بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لا أجل دينا ولا أعظم كرام لمسلم يعيش في دينه الإسلام هذه العظمة والكمال دين يأمره بأن يكون من أجمل البشر مظهرا ومن أحسنهم هيئة ومن أعلاهم قدرا فإذا رأته العيون وجلست إليه النفوس سعيدت وانشرحت وأنست والنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في ذلك يقول المصنف رحمه الله كان لا يرد الطيب وثبت في صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل وفي لفظ الترمذي قال فإنه خرج من الجنة يعني الريحان والمقصود بالريحان من بين النباتات لأنه من أزكى الأوراق الشجرية عطرا وغيره من النباتات قد يكون عطريا رائحة كذلك فاستعمال الريحان لما فيه من فوح الرائحة التي تنتشر فيشمه حاميله ويشمه المجاور له وإذا وضع الريحان في مسجد أو مجلس فاحت الرائحة الطيبة وأنست بها النفوس فيقول من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه من الطيب الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم العناية به قال المصنف رحمه الله هذا لفظ الحديث والعامة يرهونه بلفظ من عرض عليه الطيب فلا يرده يعني ليس الريحان فقط بل الطيب عامة يقول ابن القيم رحمه الله وليس بمعناه يعني هذا اللفظ الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى العامة في حفظ الحديث من عرض عليه طيب فلا يرده قال ليس بمعنى الريحان لأن بينهما عموما وخصوصا ولا شك ثم بين وجها يفرق بين الريحان وسائر أنواع الطيب فماذا قال قال فإن الريحان لا تلحق المنة بأخذه يعني من أعطاك ريحانا لن يمتن به عليك ويقول أعطيتك وفعلت لك وجلبت لك فإنما هو ريحان والريحان من أسهل النباتات زراعة وانتشارا وتكاثرا فهو غير مكلف فإذا أعطاك ريحانا فإنه لا يمتن به قال وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف غيره من أنواع الطيب فلو أعطاك مسكا أو عنبرا أو غالية ونحوها من أنواع العطور والطيب فإنها في الغالب تكون مشتراتا والمشترة تبذل فيه الأثمان وكلما كان الطيب أطيب عطرا ورائحة زكية كان أغلى ثمنا في الغالب قال لكن الذي ثبت في حديث عزر وذكر الرواية قبل الانتقال إلى تتمة كلامه رحمه الله قوله والعامة يروونه هو في الحقيقة ليس لفظا دارجا على ألسنة العامة بل هو الحديث ذاته باللفظ الذي أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والنساء فإن الحديث عندهم بهذا اللفظ من عرض عليه طيب وليس الريحان خاصة فإذا ثبت ذلك استغنينا عن التعليل الذي علل به المصنف رحمه الله فإذا ثبت عندنا قوله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإن الباب واسع أي طيب كان من المصنوعات أو من النباتات ذوات الرائحة الزكية والعطرة ونحوها فكل ذلك باب واسع إذن السنة يا كرام عدم رد الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده وسيأتي حديث أنس بعد قليل عدم رد الطيب سواء كان على سبيل الإهداء أو كان على سبيل التطييب لأن يعطيك من طيبه وأن يجعل في يدك أو في ثوبك شيئا منه هذا الأصل العام يا كرام ويستثنى من ذلك ما لا يقدر معه المرء على قبول الطيب كأن يكون مريضا أو عنده تحسس من الروائح أو لا يستطيع قبول الطيب لشيء يتعلق به فيصيبه الحرج فإن اعتذر فليترفق في اعتذاره فإنها سنة ولا نحب لمسر من أن يبدو في إعراضه عن الطيب ورفضه لقبوله هبة أو تطيبا أن لا يبدو في مظهر كالجافي عن سنته عليه الصلاة والسلام وهو القائل من عرض عليه طيب فلا يرده ولكن يعتذر برفق وبلطف يحفظ به مقام السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وأمام الآخرين ويحقق لنفسه مصلحته وحاجته التي هو فيها بعدم قبوله للطيب قال رحمه الله تعالى ولكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس لا يرد الطيب ثمامة هذا حفيد أنس هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك يحكي عن جده أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب هكذا عند البخاري قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب فيحكي ثمامة عن جده أنس امتثاله للسنة إذا عرض عليه طيب قبل وهو يحكي في ذلك السنة الثابتة عنده يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب فاتفق هذا الثابت عن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري مع اللفظ الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى رواية العامة بل هي رواية الآئمة أحمد وأحمد وأبي داود والنساء فثبت هذا إذن فلا حاجة إلى التفريق بين الطيب والريحان فإن قيل فلماذا جاء الريحان مستقلا قيل هذا من تخصيص بعض العام وهذا لا ينافيه قال من عرض عليه طيب وفي رواية قال من عرض عليه ريحان والريحان من الطيب فذكر بعض أنواع الطيب نبينا الطيب المطيب صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما حديث ابن عمر يرفعه إذن حديث من عرض عليه ريحان يقابله حديث من عرض عليه طيب وهو من العموم والخصوص والرواية جاءت بهذا وذاك يقول المبارك فوري رحمه الله في شرحي للترمذي قال ورواية الجماعة أثبت فإن أحمد الإمام أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبوري عن سعيد عن أبي أيوب بلفظ من عرض عليه طيب فذكروا لفظ الطيب قال ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان قال والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدين يريد إثبات صحة الرواية من عرض عليه طيب فليست إذن لفظا دارجا على ألسنة العوام أو مما شاع وانتشر بل هو حديث صحيح ثابت طواه هذا العدد من الآئمة الكرام رحمة الله عليهم جميعا أحسن الله إليكم قال رحمه الله أما حديث ابن عمر يرفعه ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قال فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر يقول أما حديث ابن عمر ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن الوسائد جمع وسادة يعني من دخل مجلسا فناوله صاحب المجلس أو رمى إليه بوسادة يتكئ عليها أو يجلس عليها أو يسند ظهره إليها فإنها لا ترد وكذا الدهن والمراد به الزيت كما تقدم الذي يدهن به واللبن والدهن أيضا محمول على الطيب الذي يدهن به الإنسان قال فحديث معلول رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قال فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفعلا مدار الحديث على عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي فيه لين في رواية الحديث ولم يتابع عليه ولهذا قال أبو حاتم هو حديث منكر فأشار المصنف إلى الحديث المعلول الذي أخرجه الترمذي قول ابن القيم رحمه الله ولا أحفظ الآن ما قال فيه يعني الإمام الترمذي إشارة إلى ما تقدم في مطلع مدارستنا للكتاب والحديث عن منهج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه وأنه ألفه في سفر وأنشأه بعيدا مغتربا ليس بين يديه الأسفار والكتب والمراجع فما تقرؤونه وتسمعونه يا كرام من الصفحات والفصول المتتابعة فإنما هي من ذهنه السيال رحمه الله وحكاية الروايات ونقولات الآئمة وتخريج الروايات والأقوال بعضها كان ينقلها من أجزاء صغيرة لبعض الآئمة وعامة ذلك يرويه وينظمه مما فتح الله به عليه ولهذا قال هنا ولا أحفظ الآن ما قال فيه يعني ما قاله الإمام الترمذي من وجه للعلة في هذا الحديث فرحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين أحسن الله إليكم قال رحمه الله من مراسيل أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة الحديث مرسل كما قال هو من مراسيل أبي عثمان النهدي وأبو عثمان النهدي من المخضرمين الكبار تابعي أسلم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك كبار الصحابة رضي الله عنهم لكن الحديث فيه اعتلال وضعف ومرسل قال إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة وهو أيضا ما أخرجه الترمذي في الشمائل وقوله من عرض عليه ريحان فلا يرده وعل له بكونه خرج من الجنة لو صح إسناد الحديث لثبت التعليل بالريحان أما وقد ثبت أن الريحان كبعض نعيم الجنة مما هو موجود في الدنيا فروح وريحان وجنة نعيم فهو من نباتات الجنة التي يتطيب بها أهل الجنة أورثنا الله وإياكم سكناها أحسن الله إليكم قال وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها السكة نوع من الطيب المركب الذي يجمع فيه صاحبه ألوانا من الأطياب والعطورات يعني يركب عطرا وطيبا يخصه وقيل السكة الوعاء الذي يوضع فيه العطر أو الطيب ويؤخذ منه عند الحاجة فيوعاء العطر سواء كان من جلد أو قارورة ونحوها تسمى سكة فسكة الطيب هي ما يوضع فيه العطر أو الطيب الذي يستعمله صاحبه كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام سكة يتطيب منها تدري ما معنى هذا؟ يعني أن الطيب في حياته عليه الصلاة والسلام في بيته في يومه وليلته ليس شيئا عابرا لا هو شيء يقتنيه ويجعله أمرا يعتني به فلطيب عنده سكة يعتني به فيتعاهده ويستعمله ويحث الأمة عليه صلى الله عليه وسلم كان له سكة يتطيب منها هكذا أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والبزار والحديث وإن انفرد به عبد الله بن المختار وهو لا بأس به لكن له في الشواهد رواية عند الإمام المسلم في الصحيح نعم أحسن الله إليكم قال وكان أحب الطيب إليه المسك وكان يعجبه الفاغية قيل هي نور الحناء هذه بعض أنواع الطيب وأسمائه كان أحب الطيب إليه صلى الله عليه وسلم المسك وهذا لما كانت أنواع الطيب والعطور في كل زمن وبلد بما يستعمله أهل البلد وبما هو معهود عندهم ومتوفر بين أيديهم كان المسك مضرب المثل في طيب العطور وإذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بطيب الرائحة ذكر المسك يقول عليه الصلاة والسلام كحامل المسك إما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك فيضرب مثلا بالمسك في الطيب ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكُ فيذكر المسك في بيان جمال الرائحة يضرب به المثل فكان أحب الطيب إليه المسك هذا الجمال في الطيب وحبه صلى الله عليه وسلم ورد في أثناء رواية يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام شأن بعض نساء بني إسرائيل فقال في ثنايا ذلك وجعلت فيه طيبا أو مسكا قال وأحب الطيب المسكي فاستدلوا بذلك على أنه مما أثبته عليه الصلاة والسلام والمسك أطيب الطيب قال رحمه الله وكان يعجبه الفاغية الفاغية فسرها المصنف بقوله هي نور الحناء وكان يعجبه الفاغية هذا لفظ أحمد والطبراني وفي لفظ كان أحب الريحان إليه الفاغية ما الفاغية؟ قال هو نور الحناء ما معنى النور؟ الزهر زهر الحناء له رائحة والريحان الرائحة العطرية في ورقه وفي زهره لكن أي الجزئين أزكى رائحة في الريحان؟ الزهر قال كان يعجبه الفاغي وفي لفظ كان أحب الريحان إليه الفاغية يعني كان زهر الريحان أحب إليه من ورقه وفي كل منهما طيب وعطر قيل هي نور الحناء يعني الزهر الذي ينبت في الحناء فإن أيضا له رائحة عطرية طيبة وقيل نور كل ليبتنذي رائحة طيبة يسمى الفاغية كل نبات ده زهر طيب رائحة يسمى فاغية فعلى هذا في اللغة فكلمة فاغية تدل على زهر كل نبات طيب رائحة وإن كان أشهر في الحناء مثلا أو في الريحان باعتبار أن الريحان أصلا طيب رائحة زاكي فما كان في زهره فهو أزكى رائحة وأطيب وهذا أيضا مما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعجبه الريحان أو زهره لكن الحديث يعجبه الفاغية وقد أخرجه الأئمة أحمد والطبراني والبيهقي في بعض ما أخرجوه عن أحد الرواة عبد الحميد بن المنذر العبدي لكن في روايته هنا لم يتابع عليها وهو أيضا مما ضعفه الأئمة في إثبات هذه اللفظة كان يعجبه الفاغية فالثابت إذن في جملة ما يتعلق بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه للطيب واستعماله إياه وحث الأمة عليه خصوصا في المواضع التي يحرص فيها المسلم على التزيون وجمال الهيئة كالخروج إلى الجمعة والعيدين وإتيان المساجد وشهود المحافل يقول عليه الصلاة والسلام فإذا توضأ في بيته ومس من طيبه إن وجد في ذكر التبكير إلى الجمعة فذكر الطيب عليه الصلاة والسلام في سنن صلاة الجمعة للمسلم إذا شهدها وهو كذلك في جملة ما يدخل في عمومات الحرص على الزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فمن الزينة وضوء المسلم وعناية بثوبه وبطيبه إذا قصد المساجد فإنها بيوت الله وإذا تأمل أحدنا في حرصه إذا حضر ضيفا عند صاحب دعوة أو إكرام أو حفاوة أن يأتي إليه في أحسن ما يقدر عليه من الهيئة والمظهر لباسا وريحا وكل شيء فبيوت الله عز وجل ونحن نأتيها مصلين ضيوفا كراما في نزل يعده الله عز وجل لأهل المساجد الذين يأتون إلى الصلوات جماعة أدركنا أن العناية بهذه الآداب الشرعية هي بلوغ للكمالات التي يرتقي بها الإسلام بأبنائه وأهله والحرص على ذلك يشيع سمتا في المجتمعات المسلمة أنها أمم تعتني بالنظافة والطهارة والطيب وهو كذلك وما سمت أمة الإسلام بذلك إلا لكمال شريعتنا ظاهرا وباطنا شريعتنا التي نرفع بها الرؤوس اعتزازا وافتخارا كما اعتنت بطيب القلب وصفاء المعتقد وسلامة التوحيد لله رب العالمين فجعل ذلك أصل الطيب الذي تنبت عليه النفوس المسلمة فإنها هي التي هذبت تلك النفوس على أن يكون طيب باطنها متصلا بطيب ظاهرها فذلك الأصل العظيم من التوحيد والصفاء والطهر والنقاء لا يلائمه إلا مظاهر طيبة بيضاء نقية صافية فيها من الجمال والنظافة والطهارة حتى نزل قوله تعالى في شأن مدح طائفة من المسلمين في قبا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فتقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة إشادة بأصل عظيم كان هذا في ديننا معشر المسلمين صلة بين ظاهر وباطن وكمالا في الشريعة اعتنت فيه باستفاء حاجات النفس البشرية فليست رهبانية تدعو إلى تقشف وانقطاع عن الدنيا وبهجتها وزينتها وليست إغراقا في الكماليات وعناية بالمظاهر على حساب خواء في الروح وفراغ حاشا لكنه الدين العظيم الذي يستوي فيه الظاهر والباطن والعبادات والأعمال والعقائد مع الهيئات والمظاهر فطوب لمسلم فقه من شريعة ربه هذا الكمال والتكامل فأقبل فأخذ به ظاهرا وباطنة وقد تقدم أنه متى عد هذا من خصال الفطرة فإن ديننا أيها المسلمون يجعلنا في شريعتنا على أصل سوي وصولا وفروعا في الظاهر والباطن وهو أمر يحمد المسلم عليه ربه ليلنها أنحباه الله تعالى بشريعة فيها ذلك الكمال والسمو والجلال فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين في أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم نقتدي بسنته ونتأسى بهديه ونتتبع أثره المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه في شأنه كله وفيما نحن فيه من خصال الفطرة شاهدا على هذا التكامل وشريعتنا العظيمة التي هدان الله إليها أحسن الله إليكم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب قال أبو عمر بن عبد البر روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه ووقفه طائفة عن ابن عباس هذا تتمة لخصال الفطرة وهو الحديث عن قص الشارب وقد تقدم في حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهما ذكر ذلك وعده من خصال الفطرة وقص الشارب مستحب باتفاق المذاهب الأربعة بل حكي فيه الإجماع وبعض الظاهرية يقول بوجوب ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في تتمة مدارستنا لهذا الفصل وما بعده تباعا في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى على أن مجلسنا ليلة الجمعة القادمة سيتوقف إن شاء الله ونعاود في الأسبوع الذي يليه إن مد الله في العمر وفسح في الأجل وسيكون متابعتنا حيث وقفنا في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب إن شاء الله تعالى تم مجلسنا أيها الكرام بما تم لنا من الحديث عن هذه الخصال من الفطرة التي تقدمت في مجلس اليوم بفضل الله تعالى وهو الحديث عن الخضاب والحديث أيضا عن الترجل والطيب وآخر ذلك ما يتعلق بشأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الطيب طيبه ربه من فوق سبع سماوات سبحان من جمع المحاسن كلها فيه فتم بهاؤه وفخاره جبلت على التشريف طينته فما نشأت على غير العلا أطواره وصفت خلائقه وطهر صدره فزكى وطاب أديمه ونجاره فلريحه أذكى وأطيب مخبرا من ريح مسك فضه عطاره ختم النبوة فهو درة تاجها وطراز حلتها الثمين عياره صلى الله عليه وآله وسلم فاستكثروا ليلتكم أيها الكرام وجمعتكم غدا من صلاتكم وسلامكم على إمام الهدى وسيد الورى حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا استكثار من يرجو شفاعته والقرب من منزله يوم يلقى الله فيجتمع به ويشرب من حوضه ويفوز في شفاعته فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام واجعلنا يا رب بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا اللهم أكرمنا بشفاعته وأوردنا حوضه نحن وأزواجنا ووالدينا وأولادنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء يا حي يا قيوم يا رحمن ويا رحيم اللهم ارحم أمواتنا ترجمة نانسي قنقر